رب هذه الصرخة اللي كانت مملي بيبدأ من جبل الزيتون والقصة إنه الموكب بيبدأ من جبل الزيتون ونزل يسوع من جبل الزيتون لكي يدخل إلى مدينة أورشليم وإلى هذا اليوم اللي كان معنا السنة الماضي في رحلة درب الألام بدأناها إحنا من جبل الزيتون وين قتيل الأقواس السبعة ومن هناك نزل بنزلوا في نفس المسيري وبدخلوا من باب اسمه باب الضأن اللي هو حد بركة بيت حزدة عيمينك بيت حزدة وعلى شمالك الباب اللي بدخل على الهيكل سابقا اللي اليوم مش موجود لكن هناك كان موجود في ذاك الوقت وكان هذا الباب له ميزة خاصة رح نحكي عنه كمان شوي رسالتنا في هذا الصباح بعنوان القادر أن يخلص القادر أن يفعل واللي عمله يسوع في هذا اليوم أنه جاء لكي يخلص ومنشوف أنه الأربع نجيل نفس الصرخة الأربع كاتبي نجيل الأربعة كتبوا نفس الرسالة نفس الصرخة نفس النشودي وصنى لابن دقود مبارك الملك الآتي باسم الرب وصنى في الأعالي في نجيل متى بقول لمن صرخوا بهذه الصرخة ودخل يسوع بهذا الموكب ارتجت المدينة والكل قال من هذا في شيء غير عادي عم يحدث خارج عن نطاق أنه مجرد واحد داخل مع شوية ناس وعن بهت فوق وصلنا في الأعالي لكان في ميديا ولا إعلام ولا فيسبوك ولا مواقع ولا كاميرات ولا تصوير ولا كشافة ولا طبول يعني ما كانش فيه مثل هذا الموكب كان يعني وداخل يسوع على جحش ابن أتان مش يعني داخل في موكب جيش ظافر على فرص والحراس والجنود والرؤساء معاه ما كانش هذا الموكب لكن رغم كل هذا ارتجت واهتزت المدينة كلها في مرقص بقول مبارك الملك الآتي مملكة أبينا داود الآتي بإسم الرب وصلنا في الأعالي في لوقة منشوف أنه قال مبارك الآتي بإسم الرب لدرجة أن الفرسين اغطاظوا لأجل هذا الصراخ وقال لليسوع قول لتلاميذك أن يسكتوا قال لليسوع إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ طب ليش راح نشوف إسا بيوحنى يسوع بقول قاله مبارك الآتي بإسم الرب أجا يسوع أعلن كمان إعلان قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان أيها الآب نجني من هذه الساعة نجني من هذه الساعة ولكن لأجل هذا هذه قد أتيت لهذه الساعة قال أيها الآب مجد اسمك قول فذاك الوقت فجاء صوته من السماء قال مجدته وأمجد أيضا الآب السماوي تكلم في هذا المشهد مجدته وأمجد أيضا كيف يسوع رح يتمجد إسر رح نشوف الحقيقة الأولى حقيقتين بنحكي عنهن ونختم في الملخص الحقيقة الأولى هي أن يسوع هو الملك المنتظر الملك ابن داود بحسب الجسد وهذه نفس العبارة اللي قالها ونرشدت في أربع نجيل مبارك الآتي بإسم الرب وصلنا في الأعالي والشيء الغريب أنه الشعب هتف بهذه العبارة في الوقت اللي يسوع ما كانش فيه سجل ما كانش الأنجيل مكتوبة ما كانش حدا يعرف أنه يسوع فعلا هو ابن داود كل اللي بيعرفوه أنه هذا هو يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل وما كانش حدا متوقع وعارف ومتأكد من هذا الحدث وهذا الإشي اللي عثر اليهود حتى ما يقبلوه لكن بسبب المعجزات التي صنعها يسوع وكانت آخر معجزة إقامة لعازر من بين الأموات بعد أربع تيام بسبب تعليمه بسبب ما علم وما قال وما فعل ومعجزاته العجيبة جدا قاله مش معقول يكون هذا الإنسان عادي لابد أن يكون هو المسيح الملك المنتظر ابن داود اللي تكلم عنه الأنبياء وأول من تكلم عنه الله تكلم إلى الملك داود نفسه في أخبار الأيام الأولى وقال له هو هذا اللي رح يجي رح يبني إلى بيت وأنا سأثبت كرسي إلى الأبد أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا وأقيمه في بيتي وملكوتي إلى الأبد ويكون كرسيه ثابتا إلى الأبد نعم سليمان بدأ لهيكل لكن هذا حد اليوم بعده مهدود ومملكة سليمان لم تثبت إلى الأبد لكن بعد فترة اندثرت وبطل فيه ملكوت لكن هون الله كان بيحكي مع النبي داود أو الملك داود ليس عن سليمان لكن عن ابنه يسوع لأنه ما فيه أي شيء بنطبئ إلا على شخص المسيح وهذا ما أكدوا أشعياء النبي في أشعياء تسعة ستة لما تكلم عن ميلاد يسوع قال يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنبو رياسته والسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليش كرسي داود ومملكته ليثبتها ويعضضها بالحق بالبر من الآن وإلى الأبد وبرضو هذا ما أكدوا الملاك جبرئين للعذراء مريم لما أجي يخبرها أنه راح يكون عندها بيبي وأنه راح يجي منها المخلص يسوع قال لا إيش الروح للعذراء مريم قال لا ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتدعو اسمه يسوع وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب إلى كرسي داود أبيه ويملك على بيت عقوب ولا يكون لملكه نهاية عم بيحكي عن ملكوت وليس ملكوت أرضي لكن عم بيحكي عن ملكوت راح يدوم إلى أبد الآبدين وهذا الملكوت هو الملكوت الذي جاء لينادي به المسيح جاء لكي يعني للمسيح جاء لكي يتمم ويحقق المسيح وهذا الشيء أيضا اللي تمم يسوع وجاء بالطريقة المميزة ودخل على راكب على جحش ابن أتان ليتمم نبوة زكريا النبي تسعة تسعة اللي بتقول ابتهجي جدا يا ابن صهيون اهتي في يا بنت أورشليم هو ذا مليكك ابن داود يأتي إليك هو عادن ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان واليهود فاهمين هذه النبوة منيح وعارفينها منيح منيح فدخول يسوع بهذه الطريقة بهذا الموكب بهذه الإمكانيات وبهذا الأسلوب كان تطبيق حرفي وتتميم حرفي لهذه النبوة ليتمم كل المكتوب عنه في العهد القديم وكان أكبر برهان لرجال الدين ولكل أهل المدينة لأنه هو بالحقيقة الملك ابن داود المسي المنتظر الذي جاء ليجلس على كرسي داود إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية لماذا؟ لأنه نبول الكتاب عنه ملكوته ملكوت أبدي وسلطانه إلى دور فدور حياة الثاني أنه هذا الملك جاء لي يملك في العاصمة عاصمة مملكته ونشوف بهذا المشهد يسوع الملك ابن داود يدخل أرشاليم لكي يتوج ملك ولمن هتفة الجموع أصنى لابن داود لربما كانوا يتوقعون في هذه اللحظة يسوع يعلن نفسه ملك يعلن نفسه ملك على أرشاليم وكل الأفكار حتى التلاميذ أنه هو يحررهن من سلطان الرومان من حكم الرومان لكن يسوع اختار أن يدخل أرشاليم في موكب المتضع الملك المتواضع الوديع مع أنه هو المتعالي فوق الجميع ليعلن يسوع بهذا الدخول ملكوته هو ليس ملكوت أرضي لكن ملكوته هو ملكوت روحي ليعلن يسوع أنه لم يأتي ليملك على الأراضي اللي الناس اليوم تتقاتل عليها وروح لأرشاليم بتحس قديش الضغط الموجود فيها لكن جاء لكي يملك على النفوس الحية عليك وعلي نفوس البشرية الشيء المفاجئ أنه رغم دخوله المتواضع لما ندخل المدينة ارتجت المدينة كلها ومع أنه بهذاك الوقت زي ما قلنا ما كانش فيه لا ميديا ولا فيه إعلامات لكن فيه إشي معين صار رغم كل هذا لما ندخل المدينة المدينة كلها ارتجت فيه شيء عظيم فيه حدث عظيم صار إيش هذا الحدث العظيم اللي صار هذا الحدث العظيم اللي صار أنه جاء توقيت الله الذي أعلن يسوع في إنجيل يحنى قال له قد أتت الساعة المعينة من قبل الله زي ما في ملء الزمان أرسل الله ابنه وتجسد وولد يسوع في بيت لحم الآن آتت الساعة والتوقيت الإلهي الذي من عند الله أن الله ليس فقط يسوع هو الملك لكنه هو أيضا الحمل المذبوح هاي الصورة اللي نشوفها يسوع هو الملك لكنه أيضا الحمل المذبوح الله جاء في عيد البسح اللي إحنا الساعة عم نحتفظ فيه مع اليهود كأكتر ناس إحنا قدرين نشعر في الجو اللي كان مكتوب في الكتاب لأنه إحنا عم نعيد اليهود بعيده البسح وإحنا نعيد الفصح جاء يسوع في هذا اليوم يدخل أرشليم وكأنه الله عم بيعلن أنا جاي هقدم ابني بكونه الحمل المذبوح حمل الفصح الحقيقي واليهود عيدوا البسح هو كان نيابة أو كان رمز لإيش لخروف الفصح اللي أنقذهم من عبودية فرعون في مصر وأخرجهم من عبودية فرعون وحررهم وهذا كان رمز إلى شخص الرب يسوع حمل الله قال عنه يحنا هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم فيسوع نعم هو الملك ابن دؤود لكن هو أيضا الحمل المذبوح وكأنه الله داخل بهذا الموكب لكي يقدم ابنه في كونه في الفصح ويقدم على مذبح الصليب لكي يكون فداء لكل الشعب ولكل العالم لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الله جاء يقدم فعشان هيك فيه إشي اهتز في قلب الناس وارتجت المدينة لأنه فيه توقيتات إلهية يا أحبة بتهز العالم والممالك والأمم والشعوب بميلاد يسوع السماء كلها كانت عم تتحرك لكن في موعد دخول يسوع لكي يكون الخروف خروف الفصح ويعد نفسه في اليوم العاشر لكي يقدم على الصليب في يوم الارباطعش وهذه كانت الترتيبات والتقاليد اللي كانت تقوم في أيامات عيد الفصح أيام ما كان موجود الهيكل كانوا يقدموا ويدخل يسوع من باب اسمه باب الضأن اللي كنا فيه قبل سنتين واللي بعدين بفوتوا وبدخلوا منه اليوم في موكب الشعنين اللي بروحوا على عيد الشعنين في الأوتس في أورشاليم اليوم اسمه اسم تاني لكن سابقاً كان اسمه باب الضأن هو نفس الباب اللي كانوا يدخلوا منه الخراف وهو الباب الأقرب إلى الهيكل وحدوا بركة بيت حزدة فكانوا يستخدموا الماء للتطهير ويجهزوا ويحضروا الخرفان لأجل إعدادهم ليكون جاهزين لكي يقدموا كخروف الفصح كل واحد عن عيلته فالله في نفس الموعد في نفس التوقيت يسوع دخل عدة مرات أورشاليم لكن بنفس الموعد بنفس التوقيت يأتي يدخل وبهذا الدخول من هذا الباب في هذا الوقت يعلن أنه هو الحمل المذبوح اللي جاء لكي يفدي ويخلص وصنى في الأعالي هاي الأنشود اللي أنشدها اللي أنشدها الناس وصنى بالعبراني هشعنا خلصنا يسوع معناته يشوع المخلص الذي جاء ليخلص العالم من خطيهم كما يقول الكتاب وليس بأحد غيره الخلاص لأنه ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص ففي توقيتات وإحنا يا حب أنا بدي أشج أنبهكو ننتبه لأنه إحنا في الأيام الأخيرة وفي توقيتات إلهية ولم يبيجي توقيت إلهي الممالك والأمم والملوك تهتز الشعوب ملوك بتطلع وملوك بتنزل أمم بتروح وأمم بتيجي ليش؟ لأن الله بتمم خطته الأزلية اللي رتبها لهذا العالم شئنا أم أبينا وولا واحد بيقدر يقول له لا وكانت خطة الله في هداك الوقت أن يصنع الخلاص لكل البشر وهذا الخلاص كان يقتدي أن يأتي حمل الله يسوع المسيح الذبح العظيم لكي يرفع على الصليب ويموت نيابة عن كل البشرية الثمن كان غالي جدا الله اللي إحنا عدناه هو أرسل ابنه حتى يصالحنا حتى يرجعنا وحتى ينقذنا من الدينون ومن الشيطان ينقلنا من الظلم إلى النور ينقلنا من حياة الهلاك إلى حياة أبدي تدوم إلى أبدين يسوع جاء لكي يصنع الخلاص يسوع جاء لكي يتمم الخلاص في التوقيت الإلهي بيحنى أقول قد أتت الساعة الآن تمجد يا تمجد ابنك قال له مجد وسأمجد أيضا كيف يسوع رح يتمجد الناس مفكرين أنه رح يعلن نفسه ملك ليحرر من الرومان لكن يسوع جاء لكي يكون هو الحمل المذبوح الذي يحرر من سلطان الشيطان يحرر من الخطي يحرر من العبودية اللي إحنا عايشين فيها أرادوا أرادوا ملك أرضي لكن جاء لكي يعلن ملك روحي ألها ملكوت الله داخلكم أرادوا مملكة أرضية لكن قالت ما قال يسوع مملكتي ليست من هذا العالم وإلى اليوم مازالت الجماهير والنفوس والناس تهتف في عيد الشعنين وصلنا مبارك القاتب باسم الرب وما زالت تدخل من نفس الباب اللي دخل منه يسوع تذكر قبل السن الماضي لما نروحنا السن الماضي ولا لأبل السن الماضي لما نروحنا كنا في عيد الشعنين الغربيين فالمواكب يعني إحنا مشينا مع مواكب الكشاف ودخلنا بنفس الباب بالدخل منه يسوع والناس حامل صعف النخيل وتهتف أصنى مبارك الآتي باسم الرب إلى اليوم ما زال في نفوس ما قدرت تفهم قصد دخول المسيح بهذه الطريقة إلى أرشاليم إلى هذا اليوم ما زالت الناس بعيدة عن خلاص المسيح مع أنها عم تهتف أصنى خلصنا لكن مش قادرين يشوفوا المخلص حمل الله اللي قدموا مرة واحدة من أجلنا على الصديق إلى هذا اليوم ما زالت أرشاليم ترتج وتنتلي وبتعج من النفوس اللي تدخل لكن مش قادرة تشوف حقيقة خلاص المسيح في حقيقة واحدة يسوع قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثق لي الأحمال وأنا أريحكم فيش راحة حقيقية إلا عند يسوع فيش خلاص حقيقي إلا في شخص الرب بسوع المسيح ومنشوف الله منذ الأزل رتب خطة عجيبة خطة عظيمة متمماً كل نبوات العهد القديم محققاً كل مطالب النموس لكي يسوع يأتي ويدخل بهذه الطريقة بهذه الكيفية كونه ابن دؤود وأيضاً يدخل من باب الضأن كونه حمل الله الذي جاء لكي يرفع خطية العالم الذي جاء لكي يخلص الذي جاء لكي يصنع الخلاص لأنه ليس بأحد غيره الخلاص فيش خلاص غير بالمسيح لأنه ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إلا اسم واحد واسمه يسوع يشوع المخلص هشهعنا خلصنا السؤال في هذا الصباح هل إحنا فعلاً أخذنا خلاص المسيح هل إحنا فعلاً قبلنا خلاص المسيح هل يسوع رب ومخلص على حياتك سواء موجود في هذه القاعة متسمعنا عبر المواقع يا من تهتف أصنى في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب هل فعلاً اختبرت خلاص المسيح هل فعلاً يسوع هو المخلص والرب على حياتك أول خطوة يبد أن يكون يسوع مخلص ولما يكون مخلص رب يأتي أيضاً لكي يملك ويكون الملك وملكوته هي فينا إحنا اللي صاري أحبة أنه الأمور يسوع جاء يعمل التغيير والتغيير حدث بهذا الحدث بدخوله بهذه الطريقة نشوف بعد شوية يوم الخميس بالليل لمن يسوع تحاكم قدام محكمة السنهادرين أول محكمة عند اليهود مع رئيس الكهني لم يتفق ولا تهمي أدموها على يسوع ليش؟ لأنه لا بد الحكم يجي من مين؟ من رئيس الكهني بالآخر رئيس الكهني قال له اللي هو رئيس الكهني اللي تنبأ بنفس الأسبوع أنه لا بد أن يموت واحد نيابة على الجميع وهو مش عارف شو يتنبأ وتنبأ عن موت المسيح هو نفسه سأله هل أنت هو المبارك الآتي من عند الرب؟ هل أنت هو المسيح؟ يسوع قال له نعم ومن الآن ترى السموات مفتوحة وابد الإنسان آتين على سحاب السموات وما ملائكة وقدسين هناك رئيس الكهني إيش عمل؟ مزق ثياب الكهنوت هو مش عارف أنه بهذا التمزيق أعلن إنهاء الكهنوت الأديم ويسوع على الصريب ما نزل إلا بعد ما قال آخر كلمة قد أكمل ولما أكمل انشق حجاب الهيكل ليعلن نهاية العبادة القديمة اللي كانت تفصلنا عن الله بقدس الأقداس ليبدأ يسوع كهنوت جديد مش على رتبة كهرون لكن على رتبة ملكي صادق ولكي يأتي بعبادة حقيقية ليملك ليس في مبنى الهيكل لكن في هياك البشرية لي أنا وأنت وأصبحنا إحنا معاً حجارة حية ننمو معاً هيكلاً مقدساً وأصبحنا إحنا حاملين حضور الله يسوع صنع التغيير يسوع صنع التحول لكن البداية تبدأ وين؟ في الخلاص وهذه دعوة الله إلنا في هذا الصباح هل قبلت خلاص المسيح؟ هل مستعد تقبل خلاص المسيح؟ إلى الآن الجماهير والجموع ما زالت تهتف أصنى وكثير من اللي عم بيهتفوا مش عارفين يسوع كمخلص ورب على حياته وما زالت الفرصة مفتوحة إنك أنت وأنا اليوم إذا أنت ما عرفته إنك تعرفه كرب ومخلص على حياتك فهل تدعوه إلى قلبك؟ ها أول دعوة دعوة الثانية لكل من عرف يسوع رب ومخلص الله رب إيش استأمنك حتى أنت تأخذ هذه الرسالة وتنادي فيها في كل العالم قال اذهبوا إلى العالم أجمع اكرزوا بالإنجيل شو هي الإنجيل؟ بش عارة صارة اكرزوا بالإنجيل في جميع الأرض من آمن واعتمد خلاص ومن لم يؤمن يدان هذالت الدعوة إنه إحنا من جديد ننهض وننظر الحقول التي قد بيضت للحصاد هل إحنا نار غيرتنا لعمل الله انطفت؟ فهذا الصباح قالوا رب اشعلها من جديد لأن الثمن إن دفع ما كان رخيص الثمن كان دم يسوع وحياة يسوع وكتاب المقدس بعلمنا قال نائلين غاية إيمانكم إيش؟ خلاص النفوس إذا أنا مش مهتم ومشغول بخلاص النفوس أنا عندي مشكلة روحية كمؤمن هذا الثمن لدفع يسوع غالي والرب قول أنا استأمنتك إنك أنت تنادي بإسمي نيابة عني تصنع مشيئتي وبقاصدي إنك أنت توصل رسالة خلاصي لكل البشر وتقول للناس تصالحوا مع الله بمين؟ بيسوع هل نقول له يا رب نهضنا من جديد كمؤمنين حتى نتكلم ونشهد عنك لكل من حولنا لكل من تضعهم أمامنا وصل خلاصك لكل من حولنا في اسمك نصلي خلينا نصلي مع بعض الدعوة الأولى هي إذا أنت بعدك مش بتأكد من خلاصك في يسوع لو رب أجى الليلي لو يسوع أنهى العالم اليوم هل أنت ضامن إنك رايح عنده راح تكون معاه إذا أنت مش بتأكد صلي وراي هاي الصلاة سواء موجود في هذا المكان أو تسمعني عبد المواقع قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ آتي أمامك بكل ذنبي طهر فكري وقلبي وحياتي أؤمن فيك إنك أنت ربي ومخلصي أقبلك في قلبي بالإيمان اغسلني وطهرني بدمك أتوجك رب ومخلص على حياتي أملك علي يا يسوع وليعلن خلاصك في حياتي في اسم الرب يسوع أشكرك لأنك سمعت إلى صلاتي آمين وإذا أنت مؤمن لكن الحياة والعالم ومشغوليات الحياة طفت غيرتك لربح النفوس قلوا يا رب أنهضني من جديد في هذا الصباح حيني لكي أنهض وأقوم من كل تعب وإعياء لكي أتمم غاية إيماني هي خلاص النفوس لكي أتمم مشيئتك ومقاصدك في حياتي شددني افتح فمي لكي أتكلم وأجاهر بإنجيلك لكي أخبر عن خلاصك لكل من حولي في كل الأرض حفظنا يا رب في رضاك في هذا الصباح ملأنا بغنى دسم بيتك اجعل قلوبنا ونفوسنا أن تشتعل وأن تلتهب حبا وغيرة لشخصك الكريم تمجد يا رب في وسطنا وليتعظم اسمك فيما بيننا لك منك كل الشكر والإكرام باسم ربنا يسوع المسيح نصلي ولإلهنا نعطيك كل المجد إلى الأبد أمين أمين مجد للرب خلنا ترجمة نانسي قنقر